أسعد الله أوقاتكم أخواني متابعين قناة كاكتوس جوردن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كما عودناكم دائما الحديث عن مجموعة جديدة ومميزة من العصاريات والصباريات سيكون موضوع حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله عن صبارة أو عصارية رائعة الجمال تمتاز بجمال أوراقها وألوان أزهارها الرائعة حديثنا اليوم سيكون عن عصارية إشيفيرا بروبو سورم وهي من العصاريات المميزة بجمال أوراقها وزهورها طبعا الموطن الأصلي لهذه النبتة هو المكسيك وتم تسميتها بهذا الاسم بناء على اسم العالم الألماني الذي تم التعرف على هذه النبتة الجديدة من خلاله وهو البروبو سورم طبعا وصف هذه النبتة الجميلة هو عصاري صغير الحجم بطيء النمو يحتوي على أوراق خضراء داكنة مع بقع حمراء كما تشاهدون أمامكم إلى بنية تتغير حسب كمية الضوء طبعا البعض منها يكون لونه أخضر زيتوني كما تشاهدون أمامكم تكون الأوراق طبعا منتفخة بيضوية الشكل ذات نهايات شبه حادة يصل طولها من ثلاثة إلى خمسة سانتي طبعا وتكون لها أشكال كثيرة منها ذات الأوراق الرفيعة الطويلة ومنها الأوراق العريضة طبعا عرض الورقة تكون من سانتي ونصف إلى اثنين سانتي وسمكها واحد سانتي أي عرض هذه الورقة كما تشاهدون سانتي واحد طبعا تكون منبسطة من الأعلى ومندودة من الأسفل طبعا الأوراق لها أشكال كما تحدثنا كثيرة منها ما هو مضغوط وقصير ومنها ما يكون له أوراق طويلة الزهور طبعا تكون لون الزهور هو لون البرتقالي أو الأصفر أو مزيد ما بين البرتقالي والأصفر تكون أعلى العمود الصاعد من النبتة ويصل ارتفاعها إلى عشرين سانتي متر وتظهر في أواخر الربيع وفي الأوقات الحالية من هذه السنة طبعا من أهم الملاحظات التي يجب التطرق إليها هو إزالة الأوراق الميتة من قاع النبتة لأنها توفر طبعا ملجأ جيد للبق والدقيق وبعض العناكب التي تغذى على هذه الأوراق تسميد هذه النبتة يكون مرة في الشهر في الربيع والصيف ويحتوي طبعا السماد لهذه النبتة على النيتروجين بنسب أعلى فحين الذهاب لإحضار سماد مخصصة هذه النبتة يجب أن يكون هذا السماد يحتوي على النيتروجين بنسب كبيرة بعض الشيء طبعا الحرارة في فصل الشتاء تتحمل هذه النبتة انخفاض الحرارة لغاية خمس درجات مئوية وفي الصيف تحتاج إلى إنارة مغربلة ولا تتحمل أشعة الشمس المباشرة عليها تكاثرها يتم تكاثر أغلب عن طريق البذور وعن طريق الأوراق أو عن طريق أخذ القصصات أو الخلفات الجانبية أو الإزاحات لهذه النبتة حيث أنه عندما تتم عملية القص لاحظ وجود رأسين لهذه النبتة نتيجة لقص الرأس وزراعته في إناء منفصل لوحده هذا ما لدينا اليوم إن شاء الله نتمنى الإفادة للجميع مع هذه النبتة الجميلة لأي أسئلة أو السلسرات يرجى تركها بالتعليقات ليتم الإجابة عليها مباشرة ولا تنسوا الإعجاب في هذا الفيديو وفي القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد دمتم بخير أخواني متابعين قناة كاركتس جورد ترجمة نانسي قنقر